الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حضوره الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نقاط جابوا عليه بعض أخواننا ثاروة الشعبيين قالوا حيب أعلق على قبل الصلاة ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة من ضمن الكلام أنا حضرت آخر كلمة للمداخل قبل شوية إنه قال ما تتكلم في الأشخاص وهذا الكلام كلام عمومي ليس كلام علمي لأن الأفكار لا يقوم بها إلا أشخاص رفت الأفكار لا يقوم بها إلا أشخاص لو جد تتكلم عن أي مسألة أو أي مذهب لا بد تتكلم عن من أسس هذا المذهب دارتي تتكلم عن المذهب الاشتراكي لازم تتكلم عن ماركس دارتي تتكلم عن الرأس مالية لازم تتكلم عن آدم سميث وهكذا أي منهج لابد له ممن يقوم به دار تتكلم عن غزوة بدر لازم تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق وقصته في العريش ولازم تتكلم عن أبو جهل والجماعة دين فأي منهج لابد له من أشخاص ونحن لما ننتقد الشخص لو قلنا إن على أبوه أو نبزناه في قبيلته معلش يكون انتقادك صحيح لكن نحن انتقادنا له في منهجه اللي بينشره وإلا ما في كفر حصل لقاك كفر كده كتاب جا كافر في التلفزيون كده وقال ليك أنا ماشي جهنم ولا بجيك داعية من دعاة الضلال زي الترابي مثلا في التلفزيون يقول ليك عذاب قبر ما في وأنا والمر واحد والمر تأم الرجال لآخر لابد يقوم بهذا المنهج أشخاص ستدلوك ضدك يا منه انت ما قل رك في الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه في فعل ما عنده فاعل كلام ده ما بخش ذاته من ناحية ننطق ما بخش فنحن نتكلم عن الأشخاص دا دين وهذا من باب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعمته والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا كلمة قالها الشاعر لبيت ألا كل شيء ما خل الله باطل وكذب في قوله وكل نعيم لا محالة زائل فإن نعيم الجنة لا يزل فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أشخاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال 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 رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب ومن نشر الشركة في العرب في إمتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه وهو إنسان ميت في إمتى فلما تيت أقول لي ما تتكلم عن أشخاص كلامك ده أنت ما عايش في واغعة تزول ما عايش في الواغعة بتاعك بعدين أنا أتكلم حيث ما أكون أتكلم بدعوة هنا أتكلم وبره أتكلم وفي أي محل أتكلم في إمتى وإنت ليه ما بيني أن أتكلم هنا مالو هنا ما بيلزمهم دين المسلمين هنا يعني عشان أزول الخشية الجامعة يعني ما يتكلموا له في الدين ولا ما يأمروا بالصلاة ولا يقول لي ما تغني وما ترقص في إمتى الدين ده في أي مكان وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وهذا الكلام فيه شبه من كلام المنافقين أنا ما قلت أنت منافق لكن ده قلت فعل فعل شنوه المنافقين فيهم صفات ربنا قالوا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا النبي صلى الله عليه وسلم جلق في مجلس فوق أخلاق من المشركين واليهود والمسلمين قاعدين فوقف عليهم وهو على بغلته عليه الصلاة والسلام فدعاهم إلى الإسلام وتلى عليهم من القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول يا هذا إن الذي تدعو إليه لحسن ولكن اذهب إلى رحلك أو قال إلى مسجدك فمن أراد منا أن يستمع إليك أتاك في رحلك شوف أنا قاعد وانا عندي فرصة أتكلم في أي محل بتكلم في الطيارة لو لقيت فرصة بقول للمضيفة كذي قبل ما تقول لها مربطوا الحزام شيلوا الشهادتين أولا الشهادتين معنا تخلوا البرع في السودان وفي غير السودان تجدوا تحت دعيد دي المجموعة من الشرزمة والشرامة البرع ده شرامي كبير فيمتى معنا شرامي فيمتى والمكاشف والصايمديمة دي المجموعة من المضلين ومن الصعالي نشروا دين الشرق في المسلمين فيمتى البرع هنا يقول ليك الولي بيحيي الأموات وإن الولي لما يقول على معبودكم قدمي ده من أكبر الأولياء والعارفين ده البرع فيمتى الكتب قاعدة وموجودة وحافظين فما تقول لي ما أتكلم في أشخاص باتكلم في أشخاص عندك دليل ولا سايح جدت دليل نحن بننقض ليك فهمك الباطل للدليل وبنوريك الأدلة الحق أدل لما دليل واحد طيب الشعبين جوا هنا يتكلموا أدباع الترابي وطبعا بعد ما مات شيخه بدوا يفلتوا ساكن زمان كان المرجعية بتاعهم الشيخ زي الصوفية واحد قل لك ما تقعد في تبركة الشيخ وما تسبح بسبحته وما تتوضب الإبريك بتاعه ما لهم أعمل له رمز حماية طيب الإبريك بتاعك ده أعمل له رمز حماية ولا أعمل له رمز طاقة الصراف آله شما ناجي أتوضبه وليعي بساكن في إمتى والشيخ قال ما تجيه إلا بالطهارة المائية في إمتى الشيخ لو دار تجي تقعد معه إلا بالطهارة المائية ولما تجي تذكر الله لابد تستحضر صورة الشيخ في قلبك أول حاجة تعمل استحضار للشيخ هنا جو القلب حتى بعد ذاك تذكر الله سبحانه وتعالى بالبدع والمحدثات حقته وغير من الأباطل نفس الشغلانية حقة الشعبين الترابين الرأس من قطع خلاص وين أسيب تعرف لك ترابين الشغلانية دي ما انتهت مع الترابي أهلك والله والحمد لله الموضوع انته كل مرة كان جاب لينا بلوة فأراح الله منه العبادة والبلاد والشجرة والدواب الله يحمدنا الله كثير إن ربنا شال هذا الإنسان الفتنة فيمت فالترابي والشعبيين بيعتقدوا عقاية كفرية فيمت عقاية كفرية رأس عديل تمرق أكبر الملة من هذه العقاية انكر عذاب القبر وانكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام والطعن في الأنبياء فيمت والطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاستهزاب الصلاة كفعل اليهود والنصارى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة المايدة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ويستازى بالأئمة وبالصحابة قال ابن عباس قال ابن عباس قال لما انزروه قال ابن عباس كان بزروه بكضب قال أبو هريرة دزول لفاف ساكن أبو هريرة وذي الصحابة ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وربنا سبحانه وتعالى قال وكلا وعد الله الحسنى ربنا وعدهم الجنة يجي يطعن فيهم الشعبيين والترابي والجبهجية وغيرهم ودارين يجي يشتغلوا هنا فنحن بعدين نحن دارين الناس ذي اللي يجونا تجي تناغش تعندك أفكار باطلة قاعد تنشره بين الناس ونحن بنتكلم فيك شخصيات كتب شيطات أي حاجة صدر التضلل للمسلمين نحن ما بنخلك والما بيقدر ما بيقدر امشي نادي العين انت طبعا قد يكون في واحد هنا جنده بيفتة بتاعة كاركدية بيسكر ما سالي بجبهجية انت قاعدة جنيه في امتى انت لو جنده قريب امشي نادي جندك ذاته العينك في امتى عشان نجي نناقش طيب اول من المسائل اللي بتكلموا عنا رفتة مسائل كثيرة جدا نحن نمشي للصلاة ان شاء الله ونجي نواصل بعض الصلاة بعض الصلاة الناس تجهز والشعبيين يجوا بكتبهم والبقية الجماعة يجوا بكتبهم طيب في ترجمة الشيخ حسن ولد حسونة صفحة 63 امتى تلاتة وستين ودا البرع مدحو قال حسن سيدي ابكم حسن سيدي ابكم حسن فوق الكون متحكم قال متحكم فوق الكون كلام ده ابو جهل قالوا ابو جهل ما قالوا فهمتا قال حسن ما عرف ليك كلم المتبكم وما عرف ليك حسن شنو كده متكمكم وكله كضي بساكت ما بيقدر اعمله هنا قال ليك الفصل الاول في سبب بدايته وما اكرمه الله به من الكرامات الفصل الثاني في احيائه الموتى وابرائه لذوي العاهات دجنه ده الفصل الثاني في كرامات حسن واتحسونة طيب قال من كراماته قال ثم قدمت الى بعوضة لمحلة قال فاختليت فيها للذكر والعبادة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي الكتاب ده بقره للشباب في جامعة الخرطوم اسمه الدراسات السودانية في امتدى الدين الاسلامي في السودان شوف الكلام ده كيف قال ومعه علي طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حضرت عمر الوفاء وطعنه ابو لولو المجوسي ابن عباس قال بينما انا واقف على عمر اذا برجل اخذ على منك به زل قال شال في كتفي هنا ويقول لطالما سمعت رسول الله العزيز في البخاري لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر ومشيت انا وابو بكر وعمر ده قال قال جاء ومعه علي تقال ده علي منو يعني تقاله علي المير غني قاصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلي منوه جلي حسن واتحسونة الف الغرن التاسع عشر او السابع عشر والنبي صلى الله عليه وسلم في القرن الكم ميلادية الخامس منوش ولا السادس ولا السابع جلي حسن واتحسونة معه علي بن أبي طالب شوف الكضب ده كيف وقيل ابو بكر اهاله وقيل اي واحد كالضاب لو قلت اي واحد كالضاب قال فلقنني الذكر ثم قال يا كوفي انا في الخلوة راقد راقدا رأيت نجمة كبيرة في السماء فتعلقت بها روحي ده الشيخ شوف ليه قال نجمة في السماء روحي تعلقت بها وخرجت من جسمه روحه قال طلعت من جسمه مشت فوق قال وطارت فخرقت السماوات السبع الشيخ راقد قال بعد شيء شوف له نجمة روحه مشت مع النجمة بعد شيء روحه مشت خرقت السماوات السبع في امتى قال فسمعت صرير الأقلام فلو كان يا كوفي بعد محمد صلى الله على ذاتي الشريفة نبي لتنبأت ثم رجعت فوقعت في جزيرة من جزائر البحر المالح فجاءني رجل لابس كسائين من صوف فلقنني اسمين ومشى معي خطوتين وجابني في قوز الصغير وناب فوجدت الشيخ الزين في الدرس وعنده ثمنمائة طالب روحوا مشات السماء من السماء شوفوا مسلس في صغورسي دا كيف من هنا من شرقنين للسماء من السماء للبحر المالح دا للصوفية في امتى من البحر المالح جابوا للغنوماب والاشي ما شنيه قال ها الصغيروناب قال قال جابوا للصغيروناب وقال دا النبي صعى سلهم معاو بكر الصديق هنا قال بتكلم تاني برضو عن حسن واتحسونة ها في احيائي للموتة المهم كلام كتير وين وحية ايوة قال لك فصل في احيائه الموتة وابراي ذوي العاهات قال لك حسن واتحسونة بحي الاموات ومدح البرعي دا دين المشركين بل اشد من دين المشركين يا الازيري وانت قاعد تدعو للباطل ده وكل دينة الصوفية كده طريقة عركية طريقة كباشية طريقة سمانية طريقة تجانية طريقة ختمية طريقة غير من الطرق الصوفية قاعدين يدعو للكفر والشرك والإلحاد في امتى؟ قال الفصل الثاني وده هي ساد عغاي الدينية المفروض الكلام ده المفروض يفتحوا فيه بلاغات في الصوفية قال احيا بنت الرئيس في الخشاب قال بقرب جزائر واتحسونة على جهات شندي احيا بنت الرئيس من الناس الأحياهم حسن واتحسونة قال احيا بنت الرئيس في الخشاب وامها اسمها ام جيمة جاءت له قالت يا سيدي بنت ماتت ابوها مالو ما الحرام كفن لي فمشى اليها شافة قال لا بنتك طيبة ما ماتت قومي قال فتمالت روحها وقامت وقامت الكلام ده ما تشكيك للمسلمين في عغيدته انه الله بيحيي الأموات والصوفية بيحيي الأموات والله سبحانه وتعالى قال تحدي للصوفية ولغير الصوفية ربنا عز وجل قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فهنا قال ليك دي واحدة من الناس التاني حيام قال ليك واحيا عفاشة ولد بكر غرق في بحر الخشاب فمكث في البحر ثلاثة أيام وانقضى نحبه إنه وضيف الله قال ليك الزول شنو انقضى نحبه قال فقال له صلي على حوارك قال أنا ماني حسن اللول إن سيدي حواري غر قال له ثلاثة يوم ما أخبره فلما رآه قال له قم فقام وتمالت روحه وتزوج بعد ذلك وولد ولدا سماه أبو بكر فهمت ده بعد ما غرق وطفح وما رقوه من جو الموية حسن وتحسون أحياه وبعد ما أحياه عن رسله كمان فهمت بعد ما أحياه عن رسله وده أبو ولد كمان اسمه أدب بكر فهمت ده أبو شبح ولا أبو قرينتية ما بعرف طيب قال ده كفر بالله كله قال وقال بعضهم وقد رأيت أبو بكر المولود بعد موت أبيه وإحياه وأحياه ولد المرقوبين رجالا مراقيب عنده خرجوا معه للقنيص عندهم فرد ولد لقو مات جشاف وقال اللهم ما مات ثم قام وتمالت فيه الروح قال وجاءه رجل غرباوي مسافر للحج وأودعه فرخة فرخة دي لعل أبت أو كذا قال ودوها عن بقارة بقارة دي ما بعرف أمرته المهمة وحدة قال وبعد وقت أرسلت له بقارة قالت الفرخة الوعدة ماتت أدن لها كفن نكفن به ثم قدم سيدة من الحج وطلب جاريته فأرسل الشيخ إلى بقارة فقال لا فرخة الفقير جيبوها له قالت أما ماتت وانت جبت كفنة ودفناها قال ما ماتت أمشي جيبوها فمشوا لها ونبشوها فوجدوها حية وأدوها لسيدة فهمتا؟ ده قال لك حسن واتحسونة بيحيي الأموات وغيره من الكفر الموجود في الكتب بتاعت الصوفية دي أنا أديك ها كلام غريب جدا فهمتا؟ وكلام كتير جدا جابو ها قال وجاءت له خادم اسمه مهيوبة فهمتا؟ دي واحدة اسمه مهيوبة قالت له أكتب لي ورقة قابول طبعا مايوبة دي كانت اللي يكرمك زانية طبعا الناس بيقول لك بيدوها لك أسماء بيقول لك طبعا ممارسة الجنس بغير الطريقة الشرعية يا زول دي اسمه زينة أو عكت العب بالألفاظ الشرعية وده شغل بتاع إبليس الهندل بيشتغلوا ليك العلماني يقول لك علاقات محرمة تقعد مع البيت يقول لك دي علاقات محرمة والعلاقات بين الرجل والمرأة لا لا ده حرام في الشريعة دي اسمه مخلوة فيهمتا؟ وده اسمه الزينة الأصغر فيهمتا؟ لغاية ما بعد داك يجي الزينة الأكبر كما في حديث ابن عباس فدي مرأة شغالة زينة الله يكرمك شغالة زينة قالت للشيخ أكتب لي ورقة حق الزبائن قالت له انت لو ممصدقني تعالى قرأ فقالت له أكتب لي ورقة بتاع تقبول انت قال داري دخلها جامعة السودان دي دارة قبول عشان الزبائن اكتروا كده والناس يبقوا يحجزوا بالطوب موضوع طويل جدا قال فكتب لها في ورقة حموزة مهيوبة طبعا دي أنا وأقدر أشرحها لك حمرو مقلوبة قال تلعب بيها الهوبة في جزائر النوبة قال فحضيت بذلك حظا وافرا جمعها بيقوا كتار جيمدالات ومين مين بيقوا يجوه كلهم بيقوا يجوه طيب قال فقالت له قال وبعد أن طال العهد على الورقة أتت بها إلى جلات الجماعة الشغالين يجلدوا الحجبات فلما قرأها قال لها من كتب لك هذه الورقة انتهابت الناس قال لا كتب لك الورقة منه قالت له الشيخ حسن قال لا الشيخ نبزك بيها قال فانقطع حظها بترك لباسها يعني لما انتركت انها تلبس الحجاب بعد ذلك الزبائن بيقوا قليلين عليك الله داستي شيخ دا شيخ تجيك واحدة زانية بدل ما تقرأ على ايت الزنا وانه الزنا حرام ويابت الناس امشي اشتغل اي حاجة تانية اي شغلة ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بيها تمشي تكتب لها ورقة الشيخ حسن يساعد على الزنا تقدر تناظر يا منتصر يا اي زيريك تقدر يا صوفي في صوفي يقدر يناظر تقدر تدافع ليه عن الهوس وقيل له تلا دا بدي ودي كثيرة والكتاب دا بتقدروا تنكروا فيمتا؟ الدارة السودانية للكتب من هنا فيمتا بيجاء تمرك بالشارع دا شارع واحد بنزلك في الدارة السودانية في الجامعة الكبير بتاع الخرطون دا شارقه طوالي تمشي على يدك الشمال مغابرة لا تراك قدام طوالي ترجى الدارة السودانية بتفتح من عشر صباحا لغاية أربعة ونص كان زمان أربعة قاموا وقدوها نص ساعة زيادة أنا مبارح كنت في الدارة السودانية وطبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر وطبعة طبعة توزع في ود مدني مكتبة ود مضوي دا الدين بتاع الصوفية تجي تفتح بلق أفتح بلق قل قاعدين ينبزونا وأسلوبهم ما ظريف هل أنا جيت قدت الكلام دا ولصدت في الصوفية ولا الصوفية قالوا دي كرامات شيوخنا الناس تبقى عاقلة انت قدت دي كرامات شيخك انه كان أي واحدة بتاع الدبارات ما الزبائن قال له بيقوم يكتب لها يزيد نسبة الفساد الأخلاقي بوجود الصوفية قبل يومين ولا نهاية الأسبوع الفات دا كنا في الدمازين ويجي يرجي ينشغالي في الجامعة واحد قال له بالله يتكلم لنا عن واحد فاقي قبضوه في الدمازين قبضوه واحدة جاته يأظن يجلد لها ولا يكتب لها حجاب ما بعرف ها لقى بها لقى لقى براها قام زنى بها فيمتة الفكية دا يشغالين شغل عجيب وزول درويش تلقاه بيأكل في القدو قدو بيأكل في فيمتة الحاجات الصعبة ديك ومعاه مره مره براها فيمتة وما معرس درويش فيمتة وما اكل مهيوبة بتاعت فيتريتا دي بدوها للنسوان الحوامل فيمتة ودائر بعد دا دائر الشيخ يعني يعني دائر قرية صرطة لخلاص انت بليد ولا شنو السلف قالوا قالوا ما يخلو رجل بامرأة ولو كانت مريم ابنة عمران ولو كان يعلمها القرآن فيمتة لو كانت مريم ابنة عمران في عفتها ما بيجوز لك تخلو بيها يجوك الصوفية وده كل بي اسم الدين وده قننوا لهم البرعي في كفر وزندقة سماها بعلم الظاهر وعلم الباطن فيمتة يقول لك واذا الفيت منكرا في قولهم لمحرم اول بفقهم ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية ان صافحت يدهم كذات المحرم قال ابوك الشيخ لما يصافح المرأة الأجنبية عن البجوز لك الزواج منها انت كمسلم انت عليك بالظاهر الظاهر واشنو؟ هو ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابو صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن أحدكم بمخيط من حديث في أم رأسه خير له من أن يمس مرأة لا تحل له لابو صلى الله عليه وسلم قال لك كده ده قال لك ده كده معناه حرام لأنه وكبير من الكباير لأنه ده ترتب على وعيد الشيخ قال لك صاح انت كزول ما ولي وانت ما شيخ في الصوفية ما زول مقدم كده انت ما تعامات ما تصافح أما أبوك الشيخ يصافح عادي صافحين ليه؟ لأنه يقول ليك الشيخ قلبه طاهر طيب قلبه أطهر من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة تحل له شاكده شفت خراب العقايد خراب العقايد يؤدي إلى خراب الأخلاق وده لنحن بنتكلم بيعه في الصوفية ونتحدىك تقدر 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 تناغض الموضوع ده فيمتة؟ دي الناس يقول لك الأولياء بيحيو الأموات وغير من الكلام الموجود طيب أديك لسه فيمتة؟ من الأولياء دفع الله الشيخ دفع الله زي ما قال دفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة دي أغاني الصوفية دي أغاني أفنان إحنا قال دفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما غلبه جر الشمس قال مع الملائكة وربنا قال لك الشمس دي لا بجرها لا ملائكة لا غير ملائكة ربنا قال والشمس شنو؟ تجري لمستقر الله ما في ملك بجرة. بعدين صدقنا معاك بالجرة باشنو? صدقنا انك بالجرة. تمسيك باشنو? ياتو معدن بقدر يستحمل حرارة الشمس. ما طبعا الشيخ بليد. ما قايل في ناس بيقرون. نحن بنبقى لك في سافوتة في راسك ده. تمسيك با ياتو معدن الزمان بتاعه شنو? قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبه. والتمساح حجر في شانجلوك غلبه. قال عنده الشيخ حوار اسمه جلوك. وكل الصوفية ده عبارة عن حكايات وهمات وخيالات. والله. الالف الفلام الكارتون دي. مين ما عرف لك? اه توم وجهري واسبستون ديل. والله لو قروا كتاب والضيفة الله يطلع له مسلسلات جديدة. والله. في امتى? قال 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 والتمساح حجر في شانجلوك غلبه. جلوك ده حوار. الشيخ رسل ويمشي يجيب له مو يدار يصلي العصر. لغايد وقت العصر قرب يمروك جلوك ماجه. ما شل البحر يجيبه الموية. قام الشيخ رسل قال له ما اخوان نشوفه. قال جلوك ده ما لو رسلناه. ما ليه لا ارى جلوك. دار يعمل لك فوق سليمان عليه السلام. نبي كريم دارين يحاكو لك. ربنا قال عن سليمان قال ما ليه لا ارى الهدهدى ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. او لا اذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين. وفي الكتاب ده قاعد. قالوا بيتكلموا بلغة الطير. الاولياء. اصبر خلينيه. هتم ملك داول. قال بعد شوية دالك مشو قالوا له الشيخ جلوك ده فيه تمسح قام قام اكله. فيه تمسح اكل جلوك. الشيخ طوالي مشى البحر. قام نادى التماسيح. يعني الشيخ بيعرف لغة التماسيح. قام قال التماسيح تعالوا. التماسيح جو. في امتى? قال له مين التمسح لك الجلوك? داق قال له انا. اختبر. في ناس خشو معسكر هنا? ها? قال له تعال قدام. التمسح لك الجلوك جا. قال له مرق جلوك. قال له ما بمرقه. مرق ما بمرق. في النهاية قال مرقه. قال بعد مرق جلوك قام ضربه. وتاني قام رجع الشمس الواطنة مغربة قام رجع الشمس. وصلى العصر. وتاني جنو? وتاني رجع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصروا اليهود. ها? جاء عمر رضي الله عنه. قال له الناس ذيل شغلونا عن الصلاة العصر. فقال النبي فما صلوها الا مع المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم او قال بيوتهم او قال قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وده بتلقوا في تفسير سرطة البغرة في قولي تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله يقانته. فالرسول الله عليه وسلم ما رجع الشمس. مع انه كان بيكاتل اليهود. ده عشان التمسح اكر جلوك. يقوم يمرق جلوك قال من التمسح. وده ياتوا تمسح هل بيدخلوا يمرقوا ليك? يمرقوا كده وتمسح ولا حفاظه يمرقوا ليك عديل. ما كان بيقرهم كراء وبيقرهم كراء كنتا. نفس نفس الكطبة دي والدجلة دي. نفس الشغلانية جاب عبدالوهاب الشعراني. المدحو البرعي قال سيدي الشعراني الناشر لعلم الله. في ترجمة ولي اسبو احمد الفرغلي. برضو قال جاء واحد قال ان مخيمير النقيب. اه? اه قال له جل الشيخ احمد الفرغلي. وقال له ان التمسح خطف بيته. تمسح قال له خطف بيته. فقال له الحاصل شناء الشيخ? قال له امشي البحر. والله الكلام ده كلام مساطيل بس. قال له امشي البحر. قول التمسح تعال كلم الفرغلي. اه? انا لو لو صحي التمسح ده كاللي عزيز بمشي اكلم بمشي بحر اقول لي يا تمسح تعال. اصي ده نصيح ده? قال فمشى البحر قال له يا تمسح تعال كلم الفرغلي. زي انتم عندك مشكلة مع اخوك الصغير. اخوك الصغير يمشي ور يا ابوك. او قول لك قول لي يا ابوك قال لك تعال. يا فلان بابا قال لك تعال. نفس الشغل تانية. قال التمسح مشى للفرغلي. قال فخرج من البحر كالمركب. التمسح. مارك كالمركب. قال والخلق عن يمينه وشماله. الناس واكفين يتفرجوا. قال فقال الشيخ للتمسح. قال له امره قال بت. تخاتفة مالك دار تخليطة ولا جنو. امره قال بت. بيت ماركت. قام نادى الحداد. قال نادوا الحداد. جاء الحداد. امره قال بقلع اسنان التمسح. يوانا. التمسح اشتغلوا في المنطقة الصناعية. في ويرد. مقفل بي ويرد ولا بورشام. تما هون في مخاك ولا جنو. ده دينة صوفية. انت قال لك انا اجبت الكلام ده من وين. ده كتاب طبقات الشعراني. يوزعوا في الدارة السودانية. ومكتب الدارة العلوم. وبيعوض في البسطة ومدرمان. وده دينهم كده. في امتى ده دينة الصوفية كده. قال مرة قال. القلع. قال فقلع جميع اسناني. قال فرجع التمساح. ثم قال للتمساح. ياك انت تعتدي على احد. وانا قاعد. انا قال له ما دام انا قاعد هنا. او اقتجي هنا. في امتى? زي الطارض بيطاع البعوضة اللي بيعلقوا في الجوامع داك. قال فرجع التمساح ودموعه وتسيل. قال. زي ما قال اخونا احمد البدوي. ده التمساح شاي الجراح واللجنو. في امتى? ده والساي. ده دينة الصوفية. تقدر تغالد? طيب. اجيت لي علم منطقة الطير. موسى ابن يعقوب الفضلي. طيب. وين هو? ايوة صفحة مية سبعة وتزعين. صفحة مية سبعة وتزعين. ليلة الشيوخ? اددين الصوفية. الان الناس يقول لك الصوفية دخلوا الاسلام في السودان. ها? ما دخلوا الاسلام في السودان. باعتراف والضيف الله هنا قاعد في الكتاب. هذين لما نفتح فرصة زالي بقى نجيض. فك الكطبة دي من الجبهجية ولا الصوفية. في امتى? الاسلام دخل السودان سنة واحد وتلاتين او تلاتة وتلاتين هجرية على يد عبد الله بن عبد السرح رضي الله عنه في زمان عثمان رضي الله عنه مجمعين. والصوفية دخلت السودان في النصف الثاني من سنة تسعمية كمو خمسين هجرية. بعد سنة تسعمية كمو خمسين هجرية حتى دخلت الصوفية السودان. واول صوفي لوث السودان بكراعه والمدعو تاجدين البهاري البغدادي القادري موجود هنا برضو. مترجم له. طيب. قال موسى ابن يعقوب الفضلي الوثيق امن وابن. وابن. امه اسمه مرجب ريحانة. من اخباره هو القطب الرباني. والغوث الصمداني. زمزم الاسرار. ومعدن الانوار. وده كله نفق فارغ ساكت. ولك الامام المبجل وشنو كده المطمطم والبحر المزمزم. ده كده بساكت بنفخولك بس. قال قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات. منها علمه بمنطقة الطير. قال لك الشيخ ده كان بيعرف منطقة الطير. داري بقولك زي سليمان عليه السلام. قال ذات يوم وهو جالس. طبعا الكتاب ده مكتوب بالداريجية. قال ذات يوم وهو جالس. والمشاط يمشط رأسه قابلته طيرا بيكوة البيت. يعني بالفتحة الفوق دي. سموها طاقة مش. قال فسكسكت فسكسك هو لها. الطير جات. سكسكت للشيخ. قال فطارت. ثم جاء الطير اخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها. فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا اله الا هو الطير ان قالت ليك وانت ان قلت ليها. ليه الطير دي? انتم ما لكم بتسكسكوا كده الحاصي شنو? قال له امرات مع زوجها وفقت بينهما. اها? قال له اصلا والدبرك كان داري طلق عشوشة. لكن قلنا له الله. عظيم عندكم عيال منا ولا شنو? فخشة واسطة في النص ما احطل لك. يا ناس ده دي. ده استعبات للناس. وكضب عليهم. ونستفيه شنو يعني? قوله اتكلمت معه والدبرك وعزمته اتنين بارد. في شنو يعني? استفيد منها شنو? الكرامة دي ربنا بيانصر بها الدين. انشرو بها الاسلام. زي ما حصل للصحابة العلاي بن الحضرمي. كانوا في الجهات يفتحوا البلاد. ويدخلوا العباد في الاسلام. البحر بيقى قدامهم. طوالي قال بسم الله. وسأل الله. وقال يا الله نحنا نحنا مجاهدين في سبيلك. يا ربنا وفقنا نقطع البحر. الخيل بتاعتهم قطعوا البحر ومشوا بغادي. وربنا نصرهم على عدوهم. دي كرامة صح. لكن انت تقول لي تكلم مع الطير. ومعرف ليك واحد تاني. كان عنده فرخة اكلها. والمرأة قتلوا انا ما كنت دارت بحر ليك الجدادة دي دارت بحر التانية ورجع على الريش. ده شنودة? ده شنودة. ده دي لسه انا جايك. لما انا جاي الصوفية. ده كتاب ازاهير الرياض. ده شيخ اللي زيرك. ده شيخ ذات العين والعلم. في امتى? انت داعي يا لزيرك للكفر وللالالحاة وللشرك بالله سبحانه وتعالى. وهدي لا الكتب? انت بتدافع عنا? تدافع عنا في شنو? طيب صفحة متين. صفحة متين. قال في الفصل السادس. الكتاب ده كله في متح احمد الطيب البشير. قال حدثني من اثق به من الفضلاء. حدثني الحاج حسن ولد بلول تلميزة العارف بالله السيد احمد ابن دريس. ودير كلهم ما عارفين بالله. دير صوفية ساكت. قال القاطم بقري. قال سمعت سيدي الشيخ احمد الطيب رضي الله عنه. يقول طرحت علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى. يقول الكلام ده كيف? قال الله رسل لي صحيفة. ربنا سبحانه وتعالى رسل صحيفة لأحمد الطيب البشير شيخ البرعي وشيخ السمانية. مكتوب فيها بقلم القدرة. سلام قولا من رب الرحيم. الى عبدي احمد الطيب قد غفرنا لك ولوالديك واهل قرابتك. شو الكفر ده كيف? ربنا قال يعني نكذب القرآن? ماذا يلزم منه تكذيب القرآن? ربنا قال ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. ها? والكلام ده طلب المشركين من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسولة? كتاب من السمى كده يجي نازل? لا. لكن بيجي عن طريق جبريل بالوحي. بيجي عن طريق الالهام. عن طريق الرؤية في النوم. دي طرق الوحي. اما يجيك صحيفة كده من فوق من الله. تجيك انت? يا احمد الطيب. معنى احمد الطيب من الانبياء. معنى الاية ابتعد. وخاتم النبيين دي دي نشيله برة. فهمت? اي اية فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء نشيله برة. قال مكتوب فيها بقلم القدرة سلام قولا من رب الرحيم. وده في الجنة ده هنا. سلام قولا من رب الرحيم ده في الجنة. بعد ذاك ربنا قال وامتاز اليوم ايها المجرمون. مش? ده وين ده? ده في الجنة ولا في الدنيا? ده في الجنة. قال الى عبدي احمد الطيب قد غفرنا لك ولوالديك واهل قرابتي. شوف الكلام ده كيف? احمد الطيب واولاده وقرابته ومرت كلهم قال ربنا غفر لهم. شوف الكلام ده كيف? معنى هذا ضمن الجنة من هس. بعد ذاك قال شنو? قال قلت ظني في ربي اكثر من هذا. قال يا الله انا براي واهلي لازم تكتر لنا لان السمانية دي كبير طريقة كبيرة جدا. قال فجاءتني اخرى. تاني جاته رسالة. قال فيها ما في الاولى وزيادة ولاهل قرابتك اجمعين. ايزول قريبك? ها? في الجنة طوالي. واذا كان ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يذوت ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لما القريش جات. قالت له والدينة والدخوك ده. وانحن يختار لك. ولد من اهل مكة زو الوجيه وزو ظريف. نقوم نعمل لكم تبادل. بعد ذا نحن ولدك نتصرف فيه. ويتا ولدنا يتصرف فوق. ها? وابو قروش بن الديك. لو داير ملوك بن ملكك. لو داير عرز بن زوج ليك. لكن خلي اهلك. فابو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي. على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه. في امتة? بعد ذا ابو طالب قال والله لن يصلوا اليك بجمعهم. حتى اوسد في التراب دفينة. فاصدع بامرك ما عليك غضاضة. فلقد صدقت وكنت ثم امينة. ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. فوالله لو لا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة. كان اللي بقيتني مسلم. لكن انا خايف لو ما الناس يقولوا بارة والدخول اصغر منه. في امتة? ابا. مش اوين ابو طالب? مش النار. عم ابو لهب مش اوين? مش النار. دا قال لك اي ظلمين قرابته? اذا كان من قرابة النبس عسلم ناس من اهل النار. دا يقول لك قرابتي كلهم في الجنة. لمشي لي قدام. قال ادقى الصحيفة من الله. قال قلت ظني في ربي اكثر من هذا. قال فجاءتني ثالثة متضمنة لما في الصحيفتين. وزيادة كل من عرف اسمك. يعني انت الان عرفت احمد الطيب البشير. السماني. حفظت الاسم ده. تاني انت بس يوم الغيامة لو سألوك طوالي تطلع البطاغة طوالي. اه وين ماشوين? كده وطوالي ادخل يا زون. يا زون. انا ما عرفت احمد الطيب. اهب اخوش وين? انا زون وهابي عندك. بمشي وين? فاتح فوقي بلاغ لي انا بعرف اسم احمد الطيب. مفروض كراما لي شيخك ما تفتح بلاغ. لو انت بيتجد عندك اه منهج صحيح. عشان تعرف يا اخوان انه كله لعب. والله يدينا التصوف ده يودك جهنم باقرى الطريق. باقرى الطريق يدخل لك جهنم. وفي كلام كتير جدا. ما نخليه لي قدام. طيب. لو في زول داري ناقش او يسأل لو عنده اعتراض على كلامنا فرصة مفتوحة. للمناقشة او الاسئلة او المداخلات. او لو في زول داري يستفيد. اصل صوفية لما نجيب الكتب. وغير من الشعبيين والمجارمة. ما بيجوا خاشين. فيمت? وانت خليك زول طالب عاقل. يا اخوان ازول ما يكون زول درويش ساكت. انت دخلوك الجامعة هنا. عشان تبقى زول عندك مخ. الان الناس بيتكلموا عن طالب الجامعة. قل لك طالب الجامعة خلاص الموضوع انتهى. طالب جامعة معنا زول بيفتش. معناه زول بيميز. معناه ما يزول بغشه. فيمت? لكن بعد مرات تلقى. وده الحمد لله يقليل. تلقوا طالب جامعة وما بيفهم. والله يجد. قل لك الكتب دي طبعته انتو. طيب انا لو طبعت في شيخك ما تفتح بلاق. هده ليه امرك بيجاي طوال امشي. تلقى القسم الاوسط. امشي افتح بلاق? امشي امشي. 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 المعلوماتية. نيابة المعلوماتية. انا لو جبت معلومات غلط. بحاسبوني على انتقال البلد دي ما شاك. امشي افتح بلاق. مش انا كدبت عليهم. يا تفتح بلاق. يدخل السمانية ديل. النشر الباطل والكفر والالحاد. يقوموا يتبرعوا منه. كده بعد ده ما بنتكلم فيه. لكن انت لا دارت مش تفتح بلاق. ولا كمان دار تورينا انه دليل الكلام ده من الغران والسنة. ولا هم يتبرعوا منه دائرنا نسكت ما بنسكت. اص ما نسكت. لغايةنا واحد من التلاتة ده تعمل. فهمت? طيب. فرصة مفتوحة المداخلات. اول اسئلة لو زول دار يستفيد برضو. نبي نجاوب عليه. طبعا نحنا نغاش نشوف توقي بيل اخواننا ديل بناخشو. زول المعاند. المعاند ده لازم ننجمه. في متى? اما زول دار يستفيد ودار كده ويصل للحق. نحنا ما عندنا مشكلة نوريه الحق ان شاء الله. فرصة مفتوحة المداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلامة رسول الله. عائل آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتير من الشباب اللاقوني بيجي بقول لك اليهود والنصارى ديل ما كفر. ديل اهل الكتاب. بيجي يسدللوا بايات كده بيقول لك الناس ديل اهل الكتاب والله سبحان الله ما كفرهم. ولا كفروا من رسال الله. ده انه نعرف النقطة دي. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. طبعا ده ده كلام الترابي اخوان. هذا الكلام هو كلام الترابي. يقول لك اليهود والنصارى ديل ما كفر. ليه? يقول لك لانه ديل اهل الكتاب. انا ما عارف هالكتاب دي اسم الدلع ولا اجني عني. ها? ربنا قال لم يكن الذين كفروا اهاتي ملايا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتي اهم البينة. فربنا ذكر صنفين من الكفار. الكفار اسم عام. يدخل تحت ناس كتار. من الناس البيدخل تحت اهل الكتاب. من الناس البيدخل تحت الملحدين. البي انكر وجود الخالق. من الناس البيدخل تحت المشركين. ديل كلهم شنو? ديل كلهم كفار. فربنا ذكر ان من من الكفار اهل الكتاب. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فهمت? وغير من ربنا قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكن فأهل الكتاب كفار لماذا لنقاج ذاته؟ فهمتا؟ وربنا قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قال ابن كثير رحمه الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم أي كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليهم صلوات الله وسلامه لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فيمتا؟ فدي الناس كفار ما فيه شك زول بيقول لك الله تلاته فيمتا؟ زول بيقول الله تلاته زول يأخذ الكلام دا تكاد تنشق منه السماوات ربنا قال وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جئتم شنوه شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وجاء عند ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني وما ينبغي له ذلك أما تكذيبه إياي أما شتمه إياي فقولوا لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما تكذيبوا إياي فقولوا أني لأقدر أن أعيده كما كان في إمتى فدي هذه اللي ناصعة البياط في إنهم كفار الآن تعالى أمسك اليهود والنصارى شوف أناجيلهم وكتبهم المحرفة المحرفة في إمتى تعالى شوف في سفر التكوين السفر عندهم زي الجزو في إمتى لكن ذاك محرفة عندهم حاجة يسمى سفر التكوين ذا العهد القديم اللي هو التوراة التكوين والخروج وغير من الأمور وعندهم واحد اسمه الدكتور فيليوس أوسفرج ده اللي بيكتب كان في جريدة آخر لحظة وغير من الجراج وبالمناسبة ده من المئة المؤسسين للمؤتمر الوطني ده ناصراني كافر خليه مشي يفتح بلاغ برضه في إمتى ده ناصراني فيليوس أوسفرج وده كافر الزلد الغريبة الجبهجية جابه لما كانوا مسكين اتحاد الإسلامية بدري الكلام ده 2003-2004 قاموا وجابه قال في ذكرى غزانيا غزوة بدر الكبرى والله يت وجابه يتكلم للطلبة في الداخلية الداخلية القديمة جابه يتكلم قبل الافطار قبل الافطار في سبعتاشر رمضان وغزوة الددر كانت ضد ناس منه ما ضد ناس فيليوساتو فيمتى لكن ده كوز حتى الطلبة في واحدين أكلوا زاغوا في واحدين ما أكلوا خايفين الزهور يصلي بيوم المغرب والله يجب هجية ما دي دعوة الترابي الترابي قال نحن دارين حاجة يسمى الملة الإبراهيمية المسجد والكنيسة والمعبد في محل واحد فيمتى والآزان والناقوس والجرس في محل واحد فيمتى والإنجيل والتوراة والقرآن في محل واحد عندهم في سفر التكوين إنه قال عيسى تغريبا الإصحاح رغم 34 قال إن عيسى أو إن ربنا سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس عن هذا الكذب والإفك قال ربنا سبحانه وتعالى تصارع مع يعقوب ربنا عز وجل قال تصارع مع يعقوب السبب شنو؟ قال إنه ربنا سبحانه وتعالى جاء ودار يد النبوة ليعقوب ولقا يعقوب ماف على дов؟ على كالله لدو لو بتع مباحث بلقاك مافي لو بتع مباحث ساي داري كبضك بلقاك مافي قال لقا وماف فجاء مدى لأخوه الدى لأخو يعقوب وربنا سبحانه وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله بيصطفي بيختار ما ساكت النبوة دي انت قال النبوة دي كيف يا اخوانا والله ده شي عجيب كويس ايدي قد ترابي قولك ده الماء كفر ده ما كافر لو ده ما كافر اتزاتك كافر فهمت لأنه من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحعها مذهبهم فهو كافر مثلهم فهمت ده قال قال لما ما لقاو قال يعقوب قال لا قال بعد داك ربنا سبحانه وتعالى وتصارع معاو قال له لن اتركك حتى تباركني بعد داك ربنا باركه واداو النبوة وانت وكي تصارعت مع الله داير النبوة تاني ليه ده مش كفر ويلحاد وكذب وتناقض وتحريف فيمت فده يجي يقول لك ما كفر ما كفر كيف فده الناس كفار فيه سؤال تاني أو استفسار لسه نحن الكلام في الصوفية ما بنخليهم لسه نأديك كلام تاني الصوفية عندهم إنكار عذاب القبر زيت ترابي لكن بصورة أخرى طيب صفحة مية أربعة وثلاثين بتكلم من كرامات قال الفصل السابع يكون لا في كرامات الشيخ أحمد الطيب البشير فيمت قال في بيان ما أكرمه الله به من فسحة من أجل من حضرت لقبض روحه ملائكة القبض عليه السلام وشبه ذلك قال في ناس الملائكة بتاعت القبض الروح جاءت تقبضهم والشيخ قاموا استعلموا في قبضهم يعني طرد الملائكة يعني هذي لها الكلام موجود طيب صفحة مية أربعة وثلاثين قال حدثني الفاضل زعموت بن الشيخ زعيط بن الفغيه مرضان قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك فيه امتى؟ قال إلى أن يأيس كل الناس من حياتي يا ناس شبه الكلام ده كيف فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي فرأيت سيد الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبض روحه شبه الكلام ده كيف قال الملائكة قاعدين جنبه ودار يموت خلاص أحمد الطيب قاعد جنب المريضة جنب الدار يموت وقال للملائكة تعد قبض الروح قال لهم ما قلت لكم ما تقبض روحه أظن لقاهم في الشارع وكده وكان عنده مشغول لكن حصلهم قال فرجعوا عند ذلك رجع شنو؟ الملائكة رجعت لما انسمعت الكلام ده رجعت والكلام ده تكذيب للغرام في مسائل كثيرة المسألة الأولى إن الملائكة دي لو جات ربنا قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون البعتقد العغيدة دي ده كافر شايف تحبلق فيمتى؟ العغيدة الثانية الباطلة إن الملائكة لو جوه ما في زل بيشوفهم إلا الميت قال الله عز وجل في صورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ شون يا أخوانا تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنت ما بيشوف الملائكة ربنا قال وهو القاهر خرم رشيا عليه فلما أفاق قال للرجل أعدى الأبيات عبدالله بعالوي ده شيخ صوفي ده يبرر للفعل بتاع أحمد الطيب الشيخة اللي اسمه بعالوي ده في زول جاء وأنشد عليه أبيات في التذكير بالآخرة لغاية هنا ما عندنا معاك مشكلة قال وبعد ذا قال من شدة خوفه من الله غوشي عليه قام أفاق قال رجل بشرط أن تضمى لي الجنة قال له الشيخ قال للزول الأنشد الأبيات قال له أنا ما بعيد لك العيد لي الأبيات قال لي ما بعيد إلا إلا تضمن لي الجنة قال لotherapy وقال ليس ذلك لي ولكن اطلب ما شيته من المال نظام داير يعمله تست chir فقال الرجل ما أريد إلا الجنة قال له أنا ما أريد إلا الجنة قال إن حصل لنا شيء ما كرهنا قال يا أخي أنت كرهتنا وكذا ودعا له بالجنة فحسنت حال الرجل وانتقل إلى رحمة الله تعالى وشيئه صاحب الترجمة وحضر دفنه يعني عبد الله بعله قال وجلس عند قبري سرعة قد بين كذا وهي أصلا ساعة فتغير وجهه الشيخ قعد بعد ما دفنه زول قعد في قبره ده أنا أقول لك عبد المحمود نور الدائم ده شيخة لزيرك مش أفتح بلاق في إمتى قال قعد بعد شيء وشو يتغير قال ثم ضحك واستبشر بعد ما زول دفنه قعد كذا صر وشو وشابك يضحك استبشر فسئل عن ذلك فقال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله بعلوي لما قال له من ربك قال شيخي عبد الله بعلوي قال فتعجبا لذلك ومنكر ونكر قال إذ عجبوا بالله يا ربك عبد الله بعلوي ما ده كلامه قال تعجبه في إمتى وده طبعا أول حاجة فوق إنه كفر بالله واستهزاب الملائكة الكلام ده أخوانا كضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أسئلة وفي جوابين الجواب الأول حق المؤمن بيقول ربي الله مش وديني الإسلام وما تقول في هذا الرجل هو محمد عليه الصلاة والسلام وما علمه قرات القرآن وكذا وجان بكتاب فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له بابا من الجنة فافرشوا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتي من ريحها ويأتي رجل حسن المنظر حسن الثياف فيقول من أنت فإن وجهك الذي يبشر بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة والجواب الثاني حق الرجل الفاجر من ربك بيقول ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري لكن ما في جوابها الثانية لا بتقول شيخي ولا الشركة الشغال فيها ده كل ما في في الغبر ده كمان دارين تلعب بالملائكة أنت تستهزى بهم فقال لهم قال فتعجبا لذلك منكر ونكير اتعجبوا قال فأعادا عليه ثم سأله أيضا فأجاب بذلك تاني منكر ونكير قالوا له يا زول من ربك قال ربي الشيخ عبد الله بعالوي فقال له مرحبا بك وبشيخك عبد الله تاني السؤالين الثانين مر الرؤية له والله يد يا زول ده الملائكة طال يا زولي تبتي ستهزى بهم كيف الشغل ده الجبهجية بيعمله لكن ربنا سبحانه وتعالى الملائكة بتاعته ما بتعمل كده ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة يخلوا لك بها غلاسلة ويقول لك مرحبا بك وبشيخك عبد الله ده الملائكة طالة ده الصوفية ده الما ملائكة طالة أنا الملائكة ده ما باختنع بهم الملائكة المسكورين في كتاب أزاهير الرياض ده ما باختنع بهم فهمتا؟ الفيأ زاهير الرياض ده ما ماختنع بهم أمشي أفتح بلاغ فهمتا الكلام؟ حد أي صوفي تقدر تقدر تجيب لي دليل من الكتابة والسنة إن دا الملائكة الله ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شان كده من عقيدة أهل السنة والجماعة إن الملائكة خلق من نور خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوكل إليهم وظائف وأعمال وأن هؤلاء الملائكة يقومون بوظائفهم وأعمالهم ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون كما قال الله سبحانه وتعالى فالصوفية داريننا نتنصل من ديننا نتنصل من ديننا ونخلي الإسلام ودي العقاية دي ما أنا أرى فوقا كلام دا ما قالوا الملحدة ذاته دي عقيدة البرعي وعقيدة عبد المحمود نور الدائم وعقيدة أحمد الطيب البشير وعقيدة حامد بابكر وعقيدة محمد المنتصر الإزيري وعقيدة كل الصوفية ونتحدى كل الصوفية حتى القادرية برضو جاء في ترجمة في كتاب سراج السالكين ليه ود بدر بدر الين دا في امتى؟ في شمال البحري ولا وينه؟ ولا في شرق النيل المهم؟ ود بدر دا كتابه دا كتاب طباعة الزكر والزاكرين قال واجبات الشيخ على المريد ثلاثة ها؟ واجبات الشيخ يعني انت لو بقيت معه في الطريقة بيعملك ثلاثة أمور أولا أن يحضرك أن يحضر عند قبض الروح عشان يخفف لك من النزع ومن السكرات والنبي عليه الصلاة والسلام اشتدت به السكرات حتى أخذ ركوة فيها ماء ثم يدخل فيها يده ثم يمسح بها وجهه وعنده قطيفة إذا اغتم كشفها وهو يقول وهو عند ذلك لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبوراً بأي مساجد ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ايجي داكي قلت لو بقيت معه في الطريقة أول حاجة قال الشيخ بيحضر يخفف عنك السكرات شان كده داك قال ساري الليل للقرض وقرش لالوب وفرش اسمه الحبوب اسمه الأغبش قال عند السكرات ما نتفتش ها قال لو بيجينا معه في السكرات ما بيتفتش انت أعمى صالح انت أعمى صالح وأسأل الله وحسن ظنك في الله لو داير ما تتفتش لكن بيطريق تجد الله بتطورط ورطة كبيرة جداً فيمت قال وأن يحضره عند سؤال الملكين يا هزي عبدالله بعاله ويده قال والثالثة أن يجوز به الصراط فيمت في الصراط النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناجم مخدوش وناجم مسلم ومكدوس أو مكردس في نار جهنم فيمت الشيخ قال لك الشيخ قال لك لو بيقيت معاه الموضع التالب بيقوم بيجوز بهك الصراط فيمت وربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها شنو جثية ما بتمرق معاك زول تمشي براك بعد رحمة الله وعملك فيمت لكن دا قال لك الشيخ بياخد بأيدك ويقطعك قطعك الصراط يدخلك الجنة شاكيدة داك أبو قرون برضو قال قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم بيجيش فيمت يجو ماشين كوتا كده وهو ماشين هالهط هالهط ها شمال دور يمين دور لف ها ها يوب الجنة طوالد يا زول دا لعب دا لعب الإسلام لعب الدين دا نشر الصوفية فيمت فده ما بحلة قال ويدخل في هذا المعنى قول الشيخ رضي الله عنه الذي تقدم وهو إذا أردتم أن تحفرونه وطبعا دا يوريك مدى مبلغ في اللغة العربية لأنه أن دا من أدوات نصب الفعل المضارح وتحضرون دا من الأفعال الخمسة فينصب بشنوه بحسف أنه مش أن تحفرون مفروض تكون قال أن تحفرون قبر ميت فقولوا هذا قبر أحمد الطيب فإن الله تعالى لا يعذب صاحبه كمان دي أكبر من اللونة أنت مثلا هنا كنت مع الجماعة دا اللي بتحط النبك فيه متى وعايشين حياتكم وبعشوية لما تجي تموت بس تبقى سمانه لما يجي يحفروا قبرك كده أول ضربة بالأزمة يقولوا هذا قبر أحمد الطيب وقلت اسمك جادين قال الملكين بيجي يقول آه دا أحمد الطيب خلوه راقب دا مش إنكار لعذاب القبر دا إنكار لعذاب القبر ولا ما إنكار تهمت شكيد البرع قال ومن يقول هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذبه وقال عن عبدالقادر الجيلاني قالوا بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا عن النار والهول يعني لما تكتب الكفن بتاع الميت هذا كفن عبدالقادر الجيلاني قال انت بعدما بتعذب ويكون لك ستر وهول من النار تشيل الكفن دا لغاية ما تفتش هات جنة كده وتخشبه وترمي الكفن بره يا ناس دا دين الصوفية دا الدين بتاع الصوفية تقدر تناغشنا فوقه فده كل شغل بتاع العبساي ولسه كلام كتير جدا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان